اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الاهلي في رمضان طيب احنا بنتكلم دلوقتي على مباراة الاهلي والرجاء المغربي وبالامس الاتحاد الافريقي حددت بشكل رسمي كذا اطار متعلق بمباريات الدور ربع النهائي لدور ابطال افريقي اهمها تقنية الحكم الفيديو المساعد تقنية الفارها تكون موجودة في لقاءات تدور الربع النهائي سواء في دور ابطال افريقي او كأس الكنفيدرالية وعلى اخر النهار مبارح كده كان الاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي لقاتكم التحكمية اللي هتدير كل مباريات الدور ربع النهائي يمكن فيه تقنية تحكيم مصري بقيادة امين عمر هيدير مباراة الوداد وشباب بولوزداد ولكن بالنسبة لنا مباراة الاهلي والرجاء مين اللي هيدير كلا المباراتين لقاء الزهاب في القاهرة هيديره الحكم القنهولي جون جاك نادالا وهذا الحكم اللي اضار مباراة مصر والسنغال وهيكون معاه على تقنية الفيديو الفار الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف وايضا لقاء العودة في المغرب هيدير المباراة الحكم السنغالي مجيد نداي وهيكون معاه على تقنية الفيديو جاني سيكازوي الحكم الزنبي طبعا كل الناس حافظة اسماء الحكام وعرفاهم دايرين وشغالين في كل المتشاط وكلنا بنشوفهم كل اسبوع في مباراة سواء في مصر أو حتى خارج مصر لكن دي القطم التحكمية اللي هتدير مباراة الزهاب والعودة بالنسبة لي مباراة الأهلي والرجع تقنية الفار تم خلاص اعتمادها هيكون فيه عدد كبير جدا من الحكام فيه حكم مصري كابتن محمود عشور اللي هيدير بكرة مباراة الأهلي والمصري هو اللي هيكون موجود في الفار في مباراة الترجي ووفاق ستيف فيه تقنية تحكم مصري زي ما قلت أمين عمر مباراة الوداد شباب بولزداد لكن في النهاية شيء جيد جدا أن الاتحاد الافريقي اتخذ هذه الخطوة وكان ده تكليف مباشر يا أمير من دكتور باترس متسابي رئيس الاتحاد الافريقي لجنة الحكام الرجل على هامش قراءة كاس العالم قعد مع الاتحادات الوطنية وتكلم مع لجنة الحكام وقال لهم الدور ربع النهاية ينطلق منتصف إبريل لازم تقنية الفيديو تكون موجودة ووفر الحكام على قد ما تقدره في حكامها تتقرر على فكرة لكن خلاص مجبر أخاق لا بطل ده العرض اللي معاك لكن لازم التقنية تطبع في دور التمانية لأن دور المجموعات شوفنا كوارث تحكمية وأخطاء كبيرة جدا كوارث كتير ومستمرة وحتى من الورد يا محمد أنا شايف أنه يعني قرار تطبيق تقنية الفار في ربع النهاية أو بداية من ربع النهاية وكان قرار متوقع كان بس محتاج التخييز للقرار بشكل رسمي وده اللي حصل وطبيعي يكون موجود الفار لكن هي النقطة الأهمة إن حتى في ظل تواجد تقنية الفار وده شوفنا حتى في مبارات مصر والسنغال أو مبارتي مصر والسنغال سواء هنا في مصر أو هناك في السنغال لما جون جاك نادالا الحاكم الكنغولي طلع الكارت الأصفر الثاني المندي لعب وسط السنغال وبعد كده لما أعرف النوع ده لو نظار في أول ماتش راح مرجع الكارت الأصفر الثاني في جيبه حاجة غريبة جدا يعني سواء فيه فار أو ما فيه فار هو مستوى التحكيم الأفريقي سيء للغاية وما فيهوش أي تطور بشكل ملحوظ خالص يعني لكن ممكن تقنية الفار تساعد نسبيا على وجود العدالة والأهلي مثلا تحديده ده هو مش عايز حد يكون معاه وفي نفس الوقت مش عايز حد يكون عليه هو عايز عدالة تحكمية في كل المبارات سواء داخل ملعبك أو خارج ملعبك والجانب الفني مطروك للعبين والأقدر هو اللي يفوز هو اللي يتأهل لعشان كده